ده زي كل حلقة بنورة نوره حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء تقوله زي وصفة نبوية كده دوا دوا للي عندهم هم وغم وحزن وديون ومش عارف يحرر إرادته ومش عارف ينطلق عاجز كسلان مغلوب ليهم دعاء؟ ليهم دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم بيوعدهم اللي يقولوا كل يوم الصبح وبالليل الدعاء ده يلا الورع والألم والكراسة بتاعة رحلة للسعادة اكتب الحديث دوا النبي بيوعدك اللي يقولوا صبح وبالليل هو بيقول ايه فإن قالها نجاه الله من الغم والهم وقضى دينة ايه ده معقولة؟ بس خلي بالكو أصلية مش مجرد كلمات بتتقال ده هي الوصفة النبوية انك من كتر ما حتقوله الإرادة حتتحرك دوا جسمك اوعى مش احنا اتفقنا اوعى تسمع كلام النبي على انه مجرد كلام او حديث بقوله ده نور انزلنا اليكم نورا النبي صلى الله عليه وسلم بص الاية الحلوة اوي الاية بتقول ايه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله طب ما هم آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله ما هم مؤمنين إيمان؟ إيمان إن كلامه نور إيمان إن كلامه لو نفسته حيصلى حياتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يحصل إيه؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به إيه ده؟ دي آية في القرآن في صورة الحديد ها آمنوا برسوله يحصل إيه؟ يؤتيكم كفليل من رحمته وأجعل لكم نورا تمشون به وإذا كانت الشمس بتغرب علينا دلوقتي فالنور من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي حنسمعه هو نور ليك إيه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحديث أبو أمامة حديث رواه مسلم بيقول كنت في المسجد في غير وقت صلاة فدخل النبي المسجد فقال يا أبا أمامة ما يجلسك في المسجد في غير وقت صلاة فاهمين يا جماعة؟ ما عندناش مسلم بيقعد في المسجد في غير وقت الصلاة قاعد ما بيعملش حاجة ما تروم تشتغل عندنا ناس بتشتغل تخيل لدرجة النبي بيسأله انت إيه اللي مع عادك هنا دلوقتي؟ ده وقت شغل ده وقت انتاج ده وقت عمل ما يجلسك في المسجد في هذا الوقت في غير وقت صلاة فقلت يا رسول الله هم وغم وديون ركبتني وهموم شغلتني أنا مهموم ومغموم يعني زي كتير من اللي بيبعتلنا اللي انتو بتقولوه أبو أمامة بيقولو للنبي صلى الله عليه وسلم نفس حالتكو والنبي حاسس بيكو وحيديكو وصفة فقال يا أبا أمامة ألا أعلمك كلمات لو قلتها ذهب همك وغمك وقضى الله دينك؟ خلي بالك النبي الأول بيسأله مستعد ها تجرب خلي بالكو احنا الشعار اللي ماشيين بيهن برنامجنا ممكن تجرب معايا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أقول لك كلمات فقال نعم يا رسول الله فقال أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أربع أنواع من الأدعية هي معوقات الإرادة أربع أشياء أعوذ بك من الهم والحزن الهم على المستقبل والحزن على الماضي أعوذ بك من العجز والكسل معوقات الإرادة أعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من السلبية من المعوقات الداخلية اللي جوايا أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال المعوقات الخارجية يا سلام يعني أنا لو قلتها تتحل مشاكل لو قلتها على إنها وصفة تديك قوة وطاقة حتلاقي نفسك أمت وانتفدت وتحلت مشاكل المعوقات الدنيا